قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية شملت القرى الأكثر احتياجاً في محافظة جنوب سيناء يأتي ذلك لرصد الاحتياجات التنموية في القرى المستهدفة بالمحافظة وأكدت الوزارة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة والتعاون مع قطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديمي للاستفادة من خبرات كافة جهات الشريكة في العملية التنموية التي تستهدف بالأساس تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً